في نفس الوقت وقعت الحرب مع الجيش النظامي الجزائري طبعاً كي نزيل بوليوزيري ولكن لو الساتير يعني الكبير هو الجيش النظامي الجزائري 76 أمقالة واحد أمقالة جورج تخدا وتمك ضباط جزائريين في المعركة عمي الله يرحموا حبوها وركونين حبوها تزرح في أمقالة رجلو وبقى تمك في ساحة البغا ونسحبوا دينا ونسحبوا الجزائريين وبقى تمك قالوا مات الشفور دي الول اللي رجع وجابوا بقى بقي عايش كذلك لأنهم الجزائريين بين قوسين منساوش حرب ديالتين دوف وديالتين وستين ومع أمقالة سافتين دوف تم تحريرها مئة في المئة عمي الله حبوها دخلتين دوف وكان بعد جاء مؤتمر باماكو واتفقوا على أنهم يتحلوا المشكلة بالمغرب في جزائر مع الأسف كنا نبقوا تمك في الحرب كلها اللي رمح شيبلاصة يقفيها نحن معالهرش نسحبنا وهذا ملف آخر طبعا كبير ومن بعد الأمور تستمرت طبعا كانت مشاكل اللي وقعت مع موريطانيا وكان سقوط النظام ديالي وبلدده الله يرحموه ودخل الجزائر تبنات الأمور حيدات شوية من بين أيدين ليبيا وصبحت عندها ورقة ضغط على المملكة المغربية باش تحلم أهل مشاكل ديال الحدود اللي التي لم يعترف بها من طرفنا إلى حد الهان منها بشار منها تداوت منها تساورها ومنها تندوف هاد ملف طبعا ما يمكنش المغرب ينسوه ما يمكنش المغرب ينسوه يمكنت حل ولكن ما يمكنش نسوه ما يمكنش ينسوه ومنها كان كتوب وكتب يتعلى هاد شي